أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلي الخالقين الرازقين ومشيئة رب العالمين المفوض لهما في كل شيء وعلى آلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الكثير من الأخوة المتشيعين المهتدون إلى دين العترة إلى الإسلام الحقيقي المتمثل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولدهم الكثير منهم بل حتى الكثير من الأخوة الشيعة يسألون عن الوضوء عن الأذان عن الإقامة وكذلك أيضا يسألون عن الصلاة مع انتشارها ووجودها في المجتمع لكن تدرون أن هناك تحدث تغيرات أو أن الناس على أقل تقدير لا يطمئنون إلى الجهات المنحرفة وإن شاء الله تعالى بإختصار سنشرح لكم الوضوء والأذان والإقامة والصلاة فنبدأ الكلام على بركة الله تعالى أما الوضوء فهناك روايات قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام أنا سأتكلم بالروايات على وجه السرعة وبالشرح على وجه السرعة حتى لا يكون الكلام وكأنما بحث تفصيلي في شرعية الصلاة والوضوء نحن نتكلم عن الطريقة ولذلك ممكن أذكر الأدلة وممكن ما أذكرها لأننا هدفنا التعليم حاليا ليس الكلام في شرعيتها لكن للبركة سنذكر في كل شيء أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الوضوء غسلتان ومسحتان فغسلة للوجه وغسلة لليدين ومسحة على الرأس ومسحة على الرجلين انتهى الوضوء هذا بطريقة مختصرة حينما شرحت الروايات العترة طاهرة عليهم الصلاة والسلام الوضوء جاء بهذه المعاني وبهذه الألفاظ أولا تبدأ بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل والمسافة المطلوبة الواجبة عليك هي ما دار حول كفك فقط البعض يمسح يمينا ويسارا للإحتياط ولكن هذه تكفي هذه في غسل الوجه فتأخذ الماء بيمينك ثم تضعه بيسارك وتبدأ من أعلى المرفق من أعلى المرفق وهذا يكون احتياط حتى لا تبدأ من المرفق فيفوتك شيء من أعلى المرفق وأنت لا تعلم من أعلى المرفق بإصبعين على أقل تقدير جيد ترمي الماء من أعلى المرفق ثم تسحب به إلى الأسفل وتسحب به من هنا ثم من هنا ثم تدخل أصابعك بهذه الطريقة وتمسحها كذا المسح يجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل فقط جيد هذا وحتى تكون تتأكد أن الماء وصل إلى كل مكان هذه اكتفى غسل اليد اليمنى ثم أيضا تأخذ الماء بيسارك وتضعه بيمينك أو تأخذه بيمينك فورا أنا أحاول أن لا أقيد المشاهد أو المتشيع وكأنما هو واجب هذا العمل بأيهما تأخذ الماء هذا لا أشكال فيه تأخذ الماء وتضعه على أعلى المرفق بالضبط مثل ما عملنا مع اليد اليمنى تبدأ من هنا تضع الماء ثم تنزله هكذا وتبسح إلى أن تتأكد أن هاليدك وصلها الماء جميعا هذا يكفي طبعا بعض الروايات ذمة الذي يكون لديه شك في الوضوء فيكون كثيرا المسح هناك بعض الناس يمسح بطريقة عجيبة غريبة يعني يبقى هذا 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 شوي هذا فيك كراهية أنت نعم لا تكون كالذي يمسح هكذا ويذهب فلم يتحقق الغسل على كامل اليد ولا تكون كالمهوس الذي يمسح ست سبع مرات في نفس المكان ليست بها لا هنا ولا هنا ولكن يجب عليك أن تتأكد أن الماء وصل إلى جميع يدك ودخل بين الأصابع ثم بعد ذلك هنا طبعا صار مشاكل حينما تنتهي من غسل اليد اليمنى هنا في هذه اللحظة لا يجوز لك أن تمسك شيف جاف أو رطب لا يجوز لأن الماء الذي بقى بيديك هو ماء للمسح فقط إذا احتجت أن تغلق مجرى الماء فلابد أن تغلقه باليسار قبل أن تغسل اليسار يعني أنت الآن غسلت اليمين وجدت أن تغسل اليسار ماذا تفعل؟ تأخذ الماء بيمينك تغلق الماء لأن الإبعادة اليسار لا مغسولة تغلق أو بالعكس تأخذ الماء بيسارك وتغلق الماء ثم تضعه بيمينك فتغسل هنا أنت أغلقت الماء حتى لا يكون هناك هيدرول للماء جيد لأنك إذا غسلت اليسار كفاك يجب أن لا يلمسها شيء خارجي يأخذ من ماء الوضوء أو يدخل عليهما ماء من غير ماء الوضوء ثم تمسح برأسك تمسح المقدمة ليس عليك أن تأتي وتنزل إلى الجبهة يجب أن لا تصل إلى هذا تمسح الهامة مقدمة الرأس من الأعلى يكفي أن تمسح هكذا هذا يكفي فقط هذا يكفي هذا يكفي مقدمة الرأس من الأعلى ليس من البداية هنا في الحافة لا من هامة الرأس من وسط الرأس تمسح مسحة واحدة ثم تأتي وتمسح يمينك رجلك اليمين بيدك اليمنى ورجلك اليسرى بيدك اليسرى الأذكار مع الوضوء هي مستحبة يمكنك أن تأتي بها ويمكنك أن لا تأتي بها يمكنك أن تأتي بها وتقول اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجه وأنت تخسل وجهك اللهم ضع الكتاب في يميني ولا تضعه في يساري اللهم لا تضع الكتاب في يساري وضعه في يميني ولا تجعل يدي مغلولة إلى عنقي هذا كما جاء فيه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ثم تقول اللهم غشني برحمتك وبركتك وعفوك ثم تقول اللهم ثبتني على الصراط يوم تزول فيه الأقدام هذا مستحب إن أحببت فالرواية موجودة يمكنك أن تراجع الرواية موجودة وإن أحببت أن تتوضع بدون الأذكار إذا إذا كتبت أذكار الوضوء عند الشيعة ستظهر لك الرواية لأن ممكن تحتاج تحفظها هذا بالنسبة للوضوء الوضوء هنا انتهى تمسح اليمين ثم اليسار يمكنك أن تمسح الاثنين معا لكن الأفضل أن تبدأ باليمين ثم اليسار هذا هنا الوضوء الآن كامل الوضوء انتهى أنت الآن جاهز للصلاة الآن نأتي إلى الأذان عندما تقف إلى الأذان هناك أذان وهناك إقامة الأذان والإقامة عندنا في الروايات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليس واجب أن تأتي بالأذان أو الإقامة ليس واجب ولكن الروايات التي جاءت أكدت أن الموضوع أشبه بأنه أعلى درجات لا أريد أن أقول كلمة الوجوب أعلى درجات الأجر والثواب والتأكيد من المفترض أن يكون هناك أذان وإقامة لكن ليس على نحو الوجوب تستطيع أن تأتي وتدخل في الصلاة جيد إذا أردت أن تبدأ بالأذان يمكنك أن تبدأ وتقول إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد هذه أذكار مستحبة يمكنك أن تدخل في الأذان فورا يمكنك أن تبدأ وتقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله اشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء وأبنائهم المعصومين حججوا الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على خير العمل محمد وآل محمد خير البرية محمد وآل محمد خير البرية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله هنا انتهى الأذان وكما قلنا في كلامنا وسابقا وفي بحوثنا أن الشهادة الثالثة واجبة في الصلاة وفي الأذان عموما لا أريد أن أدخل في بحوث حاليا لأننا في طور التعليم فقط هذا هو الأذان هنا أنت الآن انتهيت من الأذان يمكنك أن تدخل في الإقامة الإقامة تتغير فتقول بدل الأربعة اثنين باثنين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وفاطمة الزهراء أبناءهم المعصومين حجج الله أي على الصلاة أي على الصلاة أي على الفلاح أي على الفلاح أي على خير العمل أي على خير العمل محمد وآل محمد خير البرية محمد وآل محمد خير البرية قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة بعكس الأذان مرة هذه هي الإقامة هنا انتهت الإقامة أنت الآن جاهز لأن تدخل في الصلاة مقدمة الدخول للصلاة هي أيضا مستحبة ليست واجبة يمكنك أن تبدأ وتقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يمكنك أن تفعل هذا يمكنك أيضا أن تبدأ بمقدمة أوردت لك الروايات هنا ثلاثة يمكنك أن تختار ما يعجبك من النصوص هناك نص أول تبدأ به وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين هذا نص أول نص ثاني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والاعتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هناك نص ثالث والجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين هذا تبدأ به في الصلاة هناك روايات قالت هناك الآن على ما ببالي هناك رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قالت أن هذا تستطيع أن تأتي به بعد التكبيرة الإحرام ليس قبل التكبيرة إنما كان يعلم أحد أصحابه الإمام قال له هذا الكلام قال تكبر ثم تقول طبعا على نحو الاستحباب إلى الآن نحن في الاستحباب نتكل ليس بالوجوب ولكن هذا ليس قبل الصلاة كما يفعل المخالفون وغيرهم هذا يكون في داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام لذلك بعدما تنتهي فورا تقول بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ تدخل في الصلاة هذا الدخول هو مستحب يمكنك أن تأتي به ويمكنك أن لا تأتي به طيب أنا أنسألت عن موضوع موضوع الصلاة لازم أذكرها على نحو كل واحدة بعدد ركعاتها لأن هناك ممكن بعض الأخوة اللي داخلين جديد إلى الإسلام الحقيقي يشتبح عليهم ولم بالنسبة لصلاة الصبح ركعتين صلاة الصبح ركعتين تقرأ سورة الحمد وتقرأ آية من وتقرأ سورة من السور القصار سورة التوحيد سورة الكوثر سورة العصر أي سورة من السور الصغار ثم بعدما تنتهي من السورتين التوحيد سورة الفاتحة عفوا سورة الفاتحة وسورة من السور الصغار بعدما الانتهاء من سورة الفاتحة سورة ثانية تكبر تقول الله أكبر فتركع سبحان الله هنا روايات في هذا الموضوع هناك رواية قالت أن الواجب الذي يجزئك في الركوع أن تقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم وبحمده الرواية نفسها عن الإمام عليه السلام قال والثلاثة سنة سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صلي على محمد وعلي محمد هذا يمكنك أن تأتي به كذلك يمكنك أن تأتي سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا يكفي هذا الركوع ثم ترفع رأسك ثم تسجد طبعا السجود تنزل على اليد أولا هذا للرجال أما للنساء يكون نزول الجسد قبل اليد في السجود أيضا كذلك بنفس موضوع الركوع لكن اللفظ يختلفت الواجب تأتي بواحدة يجز وثلاثة سنة سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا يكفي سبحان ربي الأعلى وبحمده أيضا يكفي سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده أيضا هذا يكفي وهو سنة أنت اللي عجبك تستطيع أن تختار وواحدة توجزي هذا أننا الآن نتكلم في صلاة الصبح ثم تقف وتقول من جديد تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة التوحيد كلهو الله أحد بعدما تنتهي تذهب إلى القنوة هنا تستطيع أن تدعو بما تريد تدعو لك ولأهلك لنفسك تدعو لغفران الذنوب تدعو للوالدين تدعو للإمام المهدي عليه السلام أن يعجل الله في فرجه لا تنسى في الدعاء أن تلعن أبو بكر وعمر وعثمانة وعائشة لا تنسى لأن هذا كان من كلام سيدة نساء العالمين فاطمة إنما جاءها أبو بكر وعمر يطلبان العذر قالت والله مضمون الرواية لن أرضى عنكما ووالله لأدعون عليكما في كل صلاة أصليها في كل صلاة داخل الصلاة تدعو جيد بعدما تنتهي من دعائك تمكنك أن توجه اللعن إلى هؤلاء وتقول اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمانة ومعاوي وعائشة وحفصة وكل من ظلم أهل البيت مثلا ثم تركع بمثل ما قلنا وتسجد سجدتين طبعا حتى أخاف فهمت أكو سجدة وحدة في الركوع الأول سجدتين في الركوع الثاني سجدتين في كل مكان سجدتين جيد في كل صلاة سجدتين أنا أتكلم بهذه الطريقة لأن البعض الآن داخل إلى التشيع فممكن يفتهم أنه فقط سجدة واحدة فأفطر أبين أبسط الأشياء أخاف ممكن بعض الأخوة الشيعي تابعوني يقولون يعني ماكو واحد ما يعرف سجدتين ممكن بعض الأخوة الآن دخلوا فدين ثاني لازم نوضح له فسجدتين سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صلي على محمد وآل محمد ثم ترفع رأسك الله أكبر ثم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صلي على محمد وآل محمد أي سجدتين فالركعة الأولى اللي نزلنا بها وهذه الركعة الثانية في الركعة الثانية تدخل بعد السجدة الثانية تأتي إلى التشهد وأنت جالس وأنت جالس على ركبتيك تدخل الآن في التشهد التشهد يبدأ بتوحيد الله وبالشهادة للنبوة وبعلي بالخلافة أو بالوصية ولسيدة نساء العالمين والأم المعصومين بالحجج هناك رواية عن إمام الباقر عليه السلام دخل عليه رجل وقال له أي شيء أقول في التشهد والقنوط قال قل بأحسن ما علمت أحسن ما علمت أحسن ما وصل لك فإنه لو كان موقوتا لهلك الناس يعني التشهد ليس موقوت وهي الناس داخل معارك طاحنة أنا ماريد أعلق لأن الآن الناس تابعني يعني ومتشيعين فما رد أدخل فيه منه ومنه التشهد ليس موقوتا فتذكر به علي وفاطمة بل أن ذكره واجب يعني ليس فضل لأن بدون ذكر علي صلاتك باطلة الشهادة الثالثة واجبة التشهد التشهد ليس موقوتا وتقول بأفضل ما علمت مثلا الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين حجج الله وأوصياءه اللهم صل على محمد وعلي الخالقين الرازقين ومشيئة رب العالمين المفوض لهما في كل شيء وعلى آلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام الآن وصلنا إلى السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين لا يوجد التفات باتجاه القبلة فقط السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر انتهت الصلاة هذه صلاة الصبح هذه ماذا؟ هذه صلاة الصبح الآن صلاة الظهر والعصر والعشاء صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء هي أربع ركعات فسأشرحها بطريقة واحدة مثل ما شرحنا الآن بصلاة الصبح ووصلنا إلى التشهد بعدما انتهينا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قبل أن ندخل بالسلام السلام عليك أيها النبي نقوم نقول مثلا بحول الله وقوته أقوم وأقعد لا تدخل بالسلام حتى لا تخرج من الصلاة في صلاة الظهر في صلاة العصر في صلاة العشاء أول شيء تفعل هي الركعتين مثل صلاة الصبح اللي عملناها الآن تدخل إلى الصلاة راح أشرحها من جديد أفضل حتى ما يكون لخبطة صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء تدخل بالصلاة تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة صغيرة ثم تركع ثم ترفع رأسك ثم تسجد سجدتين ثم تنهض تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة التوحيد ثم تدعو ثم تسجد عفوا ثم تركع ثم ترفع رأسك ثم تسجد سجدتين ثم تتشهد التشهد الأوسط هذا بعد الركعة الثانية وبعدما انتهيت من السجدتين تتشهد بما ذكرت قبل قليل إلى أن تصل أعيدها من جديد ثم تتشهد فتقول الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين علياً وفاضمة الزهراء وأبناءهم المعصومين حجج الله وأوصياءه اللهم صل على محمد وعلي الخالقين الرازقين ومشيئة رب العالمين المفوض لهم في كل شيء وعلى آلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين هنا تقوم تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد تنهض الآن يأتي ماذا؟ تأتي الآن ركعتان أنت ما زلت بالصلاة لا تفصل صلاتك لا تدخل بصلاة ثانية أنت ما زلت كن بهيئة الصلاة جيد الآن تقوم هنا يمكنك أن تقرأ سورة الفاتحة فقط ويمكنك أن تأتي بتسبيحة واحدة أو على نحو ثلاث مرات أو أربعة تقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه تأتي بها ثم تكررها ثالثا ورابعة أو تأتي بها على نحوه واحدة فقط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه واحدة تكفي أو تقرأ سورة الفاتحة فقط هذا يكفي إذا انتهيت من سورة الفاتحة فقط أو تسبيحة واحدة فقط تركع كما قلنا في البداية سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صلي على محمد وآل محمد ثم ترفع رأسك ثم تسجد سجدتي ثم تنهض من جديد لأن أربع ركات هذه الثالثة الآن ندخل بالرابعة هذه أيضا تقرأ إما الفاتحة واحدة وإما تسبيحة واحدة أو ثلاث مرات أو أربعة لكن يجزي واحد ثم تركع ثم تسجد السجدتين ثم تتشهد وتسلم بما عملنا قبل قليل في صلاة الصبح تسلم بعدما تقول وصلى الله على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه صلاة الظهر العصر والعشاء ونحن نجمع صلاة الظهر مع العصر إلا إذا كنت تصلي نوافل أو إذا كانت عندك ظروف أو شغل أو عمل يمكنك أن تفصل لا يوجد إشكال ولكن الجمع هو الأفضل وصلاة العشاء مثل صلاة الظهر والعصر طيب الآن عندنا صلاة بقت واحدة وهي المغرب المغرب ثلاث ركعت ركعتين مثل صلاة الصبح مثل ما قلنا ركعتين مثل صلاة الصبح بالضبط ولكن قبل أن تسلم تنهض قبل أن تسلم مثل ما عملنا به صلاة الظهر والعصر والعشاء قبل أن تسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تنهض أي في صلاة المغرب أشرحها بطريقة بسيطة تدخل إلى الصلاة تقرأ الفاتحة وتقرأ السورة أي سورة صغيرة ثم تركع ثم تسجد سجدتين ثم تنهض تقرأ الفاتحة وتقرأ التوحيد سورة التوحيد ثم تدعو ثم تركع ثم تسجد السجدتين ثم تتشهد ثم تكمل قبل أن تسلم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين حجج الله وأوصيئه اللهم صل على محمد وعلي الخالقين الرازقين ومشيئة رب العالمين المفوض لهم في كل شيء وعلى آلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تنهض فقط لديك ركحة واحدة هي ثلاث ركعات فتنهض تأتي هنا بتسبيحة واحدة كما قلنا في صلاة الظهري والعصري والعشاء إما تسبيحة واحدة وإما تقرأ سورة الفاتحة فقط ثم تركع وتسجد السجدتين ثم تتشهد وتدخل في السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى بذلك صلاة المغرب انتهت صلاة الصبح وشرحنا بشرح واحد صلاة الظهري والعصري والعشاء والآن شرحنا صلاة المغرب بعدما تنتهي من الصلاة من أي صلاة تصليها فورا فورا يقول اللهم العن أبا بكر وعمر وعثمانة ومعاوية وعائشة وحفصة وهندة وأم الحكم هذا ما كان يفعله الإمام الصادق عليه السلام بعد كل صلاة واجبة يلعن أربع من الرجال وأربع من النساء وكان يسميهم بأسمائهم فيقول اللهم العن أبا بكر وعمر وعثمانة ومعاوية وعائشة وحفصة وهندة وأم الحكم ثم بعد ذلك يمكنك أن تأتي بتسبيحة السيدة الزهراء وغيرها من الأمور هذا هو إن شاء الله على شرح يكون كافي للوضوء والأذان والإقامة والدخول في الصلاة طبعاً نية الصلاة لا توجد نية للصلاة جيد النية هي يكفي أن تكون عالماً بما تفعل هذا يكفي يعني لا يحتاج هذا أصلاً ليس فقط لا يحتاج لا يوجد بالروايات نوية أصلي فرض الصبح نوية أصلي فرض الظهر هذا لا يوجد يمكنك أن تأتي وتدخل في الصلاة فقط ولكن يجب أن تكون عالماً بما تفعل يعني لو سألك شخص ماذا فعلت تقول أنا صليت صلاة الظهر يعني عارف بما تفعل عيد أحاول أذكر بعض الأشياء اللي ممكن فاتتني نعم إن شاء الله تعالى هذا يكفي وأنا إن شاء الله تعالى بعد إذا في أسئلة أو في أشياء أنا رح أستقبلها عبر البث المباشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي الخالقين الرازقين ومشيئة رب العالمين المفوض لهما في كل شيء وعلى آلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إشتركوا في القناة